تحت شعار الكشفيات نادينا انطلق المخيم الكشفي الأول لمرحلة الفتيان والفتيات وذلك في بلدة حزور بريف حما بمشاركة أكثر من 150 شاب وشابة لما تناديك الكشفية يعني عم تقول لك كون ذاتك كون أنت كون حقيقي كون الحب كون الفرح مخيم يعني خدمة يعني تواصل يعني محبة كل إنسان عم يقدم طاقاته وإيجابياته وأعماله من خلال الحبلة والعصاية الأمور البسيطة تقدمت الخدمة للآخرين مساعدة الآخرين دوري عندي فرقة وأنا القايدة عليها مساعدا وبخطط وبنظم وبعمل برنامج التفاعل كتير منيح أغلب أهدافنا فنحنا حققناها وبالنسبة لألناها الثالث يوم بالمخيم فهو كان فيه كتير أهداف وفيه كتير أشياء إيجابية وصلت للبنات نحن حاليا بالفترة الصباحية بلشنا ببرنامجنا اليوم عم نعمل محطات تحت عنوان أظهر نفسك صراحة المخيم كتير حماسي وكتير حلو بالنسبة للنشاطات اللي عم نعمله كتير عم تخلينا نعتمد على نفسنا أنه نحن عايشين بالطبيعة ويتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والإنسانية والاجتماعية والفكرية والفنية بما يحقق الأهداف المرجوة من تنفيذه الينا عنا فقرة صباحية نتعرف فيها كتير أشياء ممكن يعني أفكار كتير مهمة لعمرنا ولازم نتعرف أن نحن ممكن بطريقة لعبة أو بطريقة حبار أو بطريقات جدا يعني هيك بتفوت على الدماغ بجدا سهولة وحبنا أن نغامر نحن بالطبيعة أكتر وحبنا كتير أنسجامنا مع بعض بهذا المكان ويبقى للمخيمات الكشفية دور هام في سقل وزيادة تجربة الكشاف في الحفاظ على البيئة والإنسان والحياة ويمنحه فرصة لاختبار العمل الطوعي والجماعي المنظم علي شحود الإخبارية السورية حمى